الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أمر الكبر من أشد ما يكون قاسم للظهور شأنه مع الإيمان كشأن الأمراض المهلكة للجسد هناك أمراض مستعصية تفتك بصاحبها إذا ما تمكنت منه الأمراض الخبيثة في شأن الإيمان هناك هذا الأمر وعلى رأس تلك الأمراض الكبر ما توغل من أحد إلا وأهلاكه ودمره إذا عدنا بالزمان لأول قضية تعرض للبشرية ما بين سيدنا آدم وما بين إبليس إبليس كان يسمى بطووس الملائكة كما في بعض الآثار كان عابداً وكانت له قيمته لكن إذا وضع الكبر ضمر كل شيء وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسيدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الكبر كان كفيلة أن يدمر جميع ما قدم إبليس فصار من المرجومين ومن المطرودين ومن الملعونين فإذا ما تقدمنا بالزمان إلى الأمام لنقف أمام الطاغية فرعون وكبره قال أنا ربكم الأعلى ونادى مفتخراً آلي سليم ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فضمره كبره وسارت الأنهار من فوقه وهو ذليل وهو من المغرقين ولذلك أهل الكبر هم أبعد ما يكون عن هداية الله وعن أنواره قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سيصرفوا إلى الظلمات يبتعدوا عن الأنوار لشناعة الكبر استعاذ بالله منه كلم الله سيدنا موسى عليه السلام كما في القرآن قال تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحزاب وكيف لا وفي أحد الأيام يجلس النبي الكريم مع صحابته الكرام فيتفاخر رجلان لم يتمكن من قلب أحدهم الإيمان فقال لصاحبه أنا فلان ابن فلان فمن أنت لا أم لك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهما ما حدث على عهد نبي الله موسى الذي استعاذ كما في القرآن من الكبر قال تفاخر رجلان على عهد موسى فقال أحدهما للآخر أنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عدى تسعة من الأجداد فنزل الوحي على سيدنا موسى يا موسى قل للذي تفاخر بأن التسعة في النار وأنت عاشرهم كبر من أصعب ما يكون ولذلك شأن الكبر كشأن السم القليل منه يفسد الكثير ويقتل الكثيرين ذر واحدة من كبر كفيلة أن تهلك صاحبها ولذلك في أحد الأيام سيدنا عبد الله بن عمر بن القطاب وسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص على جبل المروة يتحدثان فيما بينهما وسرعان من طلق سيدنا عبد الله بن عمر ووقف سيدنا عبد الله بن عمر وهو يبكي بكاء شديدة فأقبلوا عليه ما حدث بينكم وماذا قال لك عبد الله بن عمر قال هذا يزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في جهنم ظر واحدة كفيلة بالدمار ولذلك الكريم بن الكرام سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا يهوديا قبل الإسلام عزيزا في قومه ودخل الإسلام وهو من الأغنياء وعلى الرغم من ذلك كان يرى في السوق يحمل حزمة الحطب على كتفه هذا لا يلق بك أنت من الأغنياء تفعل هذا وقد أغناك الله عنه كما في رواية الحديث قال أردت أن أدفع الكبر عن نفسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر الكبر مهلك لكل شيء شأنه شأن الأمراض المستعصية التي ينبغي أن نتعالج منها ينبغي أن ننزعه مما بيننا نتواضع نتسامح نعش كما أراد ربنا في تواضع فيرفعنا ربنا أما من تكبر فقد حكم على نفسه بالهلاك والذلة والمهانة أسأل الله العظيم أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من عباده الذين رضي عنهم وأرضاهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم